نافى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله من أنباء بشأن صدور قرار بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة وأكد المركز الإعلامي أنه لم يتم إصدار أي تقرارات بهذا الشأن مشددا على استمرار تأدية الخدمة العامة للشباب من الجنسين سواء خريج الجامعات أو المعاهد العليا باعتبارها واجبا وطني وذلك وفقا للقانون حيث يعد تحديد الموقف من الخدمة العامة سواء بالتأدية أو الإعفاء من مصوغات تعيين الخريجين باستثناء المؤهلات التي لها تكليف من وزارة الصحة